علشان نعرف المنافس برضو لنادي الأهلي عايز برضو دكتور أحمد تقول لنا أفضل اللعيبة كمان يعني احنا فيه برضو احنا بنتابع مباراة الأهلي أو بنتابع مباراة الزمالك ما فيه شك لكن فيه لعيبة على مستوى عالي جدا ظهروا في ساندونز في الترجي في الوداد عايزين نعرف برضو بالأرقام كده أفضل اللعيبة على مستوى دور المجموعات يعني تمام هنستعرض الأرقام هتبين بقى مين اللعيبة احنا بنتكلم على دور المجموعات الخمس جوالات اللي في دور المجموعات هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل تمام أول حاجة هدف البطولة في دور المجموعات معانا على الشاشة هوق محمد علي بن رمضان مسجل ثلاث أهداف في دور المجموعات واربع على مدار البطولة احنا بنتكلم على دور المجموعات بس مسجل ثلاث وده كابتن هني واحد من اكتشافات البطولة محمد علي بن رمضان محمد علي بن رمضان عنده 21 سنة لعيب وسط وانضم المنتخب تونس بيلعب أساسي في منتخب تونس حاليا لعيب هايل ده لعيب تمانية أو ستة؟ تمانية بيجيب أهداف من هدفين البطولة وصنع أهداف ولعيب ربط هو اللي بيعمل عملية الكونيكشن الربط في فريق الترجج أهم لعيب في فرقة الترجج السنة دي محمد علي بن رمضان التاني أيوب الكعبي بيلعب في الوداد المغربي مسجل ثلاث أهداف التالت اللي هو اسم كوسوني اللي هو المفاجأة المصنبيكي بتاعه رقم 11 بتاع سنبا التنزاني التلاتة دول هدفين جايبين تلات أهداف طيب احنا بناخد الفرق انت بتتكلم على مستوى الوداد والتراجي وسنبا كده كده بعيد عننا الأكثر أسست في دور المجموعات حتى الآن زوانيه اللي هو الجناح بتاع صندوانز عنده تلاتة أسست طيب نيجي بقى الأهم اتنين لعيبة في البطولة حتى الآن اللي هو بيبين لك الأكثر مصاهمة في الأهداف سواء بالتسجيل أو بالصناعة من لويس ميكوسوني اللي هو بيلعب فين في سنبا المزنبيقي مساهم في خمس أهداف لفرقته في خمس ماتشاط يعني بمعدل هدف في كل مباراة اللعيب التاني اللي هو زوانيه اللي بيلعب في صندوانز مساهم في خمس أهداف لفرقته دول أهم أجنحة في البطولة وبالتأكيد لما نستعرض التشكيل المثالي حيبقوا موجودين ده على مستوى سنبا وصندوانز عندهم الأسست من أكثر اتنين عملوا أسست فيه على مستوى التسجيل والصناعة تمام نيجي بقى أكتر لعب صنع فرص مين بقى أهم لعب في صناعة الفرص بصوا على الرقم ده محمد مجدي أفشا أكتر لعب صنع فرص في دور المجموعات على مستوى كل الفرق 14 فرصة التاني مين كيلاتوس اتشامة لعيب سنبا جنح سنبا عامل 13 فرصة التالت مين محمد هاني محمد هاني محمد هاني بيستحق مننا آه ممكن يكون كان غير موفق برح أساسي في منتخب مصر قدم كاس عامل الاندية كويس إن شاء الله الفترة الجاي يكون أفضل منه بإذن الله محمد هاني تالت أكتر لعب صنع فرص 12 فرصة بعد أفشا وبعد كلادوس رقم هاي طبعا بالنسبة لزهير طبيعا كان دايما معلول بيبقى متواجد في القائمة دي بس هو غير طبعا غيابه مؤثر أكيد بشكل كبير عشان كي قلتلك لما يرجع فرقة بحالها راجع على النادي الأهلي على معلول أكتر لاعب كان بمحاولات على المرمى مين برضو؟ محمد مجدي أفشا يعني محمد مجدي أفشا قدامنا على الشاشة أكتر لاعب صنع فرص وأكتر لاعب عمل محاولات على الجود 13 محاولة التاني مين؟ أيوب الكعبي اللي هو مهاجم الوداد المغربي عامل 12 محاولة طب نبص على التالت دا رقم جريب شوية بس لازم نفسره ويلتر بواليا مهاجم النادي الأهلي تالت أكتر لاعب في البطولة في دور المجموعات عامل محاولات طب دا يدل عليه يدل أن بواليا مهاجم بيروح عالجون كتير بيتحرك بشكل كوي رغم أنه ما بيلعبش أساسي بقاله مطشين طيب بيروح عالجون كتير جدا وبيعرف يخلق لنفسه مساحات تتخلي زميله يمرروله ولكن لسه عنده الفينش أزمة الثقة بس لكن بواليا في الأرقام أهو قدامها الشاشة الأرقام من أكتر الناس اللي بتخلق لنفسها فرص أكتر الناس اللي بتتحرك يعني أنت بتتكلم أنه هو ملعبش كتير محمد ماكدي أفشا رقم واحد أيوب الكعب رقم اثنين وولتر بواليا رقم ثلاثة يعني بيتحرك بشكل كوي نقصه بس حتة الثقة لو جاب جون في الثاني في الثالث الدنيا هتمشي معاه تمام نجي بعد كده لي أكتر لعب عنده تمريرات طولية المين أكتر لعب؟ ريكاردو ناسيميونتو اللي هو البرازيلي مدافع سانداونز أكتر لعب بيبني الهجمة من وراء عامل 11 تمرير طولي طيب اللي بعد كده أكتر لعب عامل مراوغات نجحة الظاهير اليمين بتاع فيتا كلوب الرقم الأولاني ده أنا أفعنده شوية لأن طبيعي سانداونز بيلعب بيلدين أب يعني بيلدين أب فالرقم ده برضو بالنسبة لعلم تستفهم بس ناسيمينتو ده حتى لما كان لعبنا المسانة اللي فاتت مميز أوه هو بالتمرير هو أكتر واحد بيعمل تمريرات طولية اللي هو الباك اليمين اللي اتكلمنا عليه قبل كده هنا في الباك اليمين بتاع فيتا كلوب والتاني لويتس ميكوسوني اللي هو برضو سيمبا واحد من اللعيبة اللي موجودة في كذا رقم موجود في الأسست موجود في المساهمة موجود في التسجيل موجود في المراغات النجحة لعيد كويس وعنده 25 سنة من الموزنبيك أكتر حارس حافظ على نظافة شباكو حتى الآن هو موسى كمارا حارس حرية أربعة كلين شيت من خمس مباريات عشان كده قلت لحضرتك أنا برشح حرية أكتر لأنه اتفاعه كويس ومن أربع مباريات كلين شيت من خمس مباريات فضل الواب مع ترقم كويس نيجي بعد كده أكتر مدافع شطة الكورة لبوسا مدافع سانداونز 29 مرة أكتر مدافع أو أكتر لاعب قام بتاكلينج صحيح اللي هو التاكلينج النصر الدين لاعب ارتكاز الهلال عامل 18 تاكلينج اعتراض للكورة أكتر لاعب منع تزديدات مؤسرة وده مدافع برضو واحد من اكتشافات البطولة اللي هو معاس حداد مدافع مولدية الجزائر عامل سبعة بلوك سبعة منع التزديد مؤسرة إذن دول ملخص كده سريع ليه أبرز اللعيبة أبرز اللعيبة اللي كانت موجودة ومن خلالها ممكن نستعرض التشكيل المثالي آه معلشان برضو نعرف يعني لغاية دلوقتي التشكيل المثالي لدور المجموعات يعني لسه طبعا فيه آخر جولة لكن من خلال الأرقام طلعت لنا 11 تقريبا بس برضو لما نستعرض للـ 11 هنقول لكل لعب بديل مين اللي ممكن ينفسه عشان الناس ما تقولش ان احنا مختارين حد أو كده لا فيه اتنين لعيبة مثلا في كل مركز هنقول عليهم اول حراسة المرمى مستعرض للتشكيل بقى اول في حراسة المرمى قدامنا التشكيل على الشاشة حراسة المرمى مين موسى كمارا حارس مرمى حرية الغيني ده على اساس 4 كلين شيت من 5 اللي كان في المنافسة معاه دينيس اونيانجو اللي هو حارس سانداونس ده عنده اتنين كلين شيت بس هو اعلى منه في الانقاذات يعني دينيس اونيانجو عامل 13 انقاذ اما موسى كمارا عامل 12 انقاذ فاخترنا موسى كمارا ليه لان هو الاعلى كلين شيت جميل نجي للاتنين المساكين بنتكلم يا جماعة على مدار دور المجموعات كلها مش على الجولة الاخيرة اه لا ده على خلال الخمس جولات الخمس جولات ممكن لعيب يكون كان غير موفق في جولة وعمل الاربع البقين كويس معاس حداد اللي هو مدافع المولدية الجزائر قلنا عليه من شوية ان هو اكتر لعب عمل بلوكات وشتت الكورة 16 مرة وعمل تاكلنج 11 مرة فمدافع هايل واحد من اكتشافات البطولة زي ما قلنا عليه المدافع الثاني موسى ليبوسا اللي هو مدافع سانداونز اكتر لعب ابعد الكورة عن مرماه 29 مرة مدافع هايل ليبوسا الزهير الايصر لقاي بتاع سانداونز وده مساهم في اهداف 3 اهداف مع سانداونز ماشي بشكل كويس وكان فيه لعيب اسمه شمس الدين بيلعب في شباب بلوزداد ده برضو المنافسة كانت ما بينهم يعني مدافع برضو الباك الشمال ما بين شمس الدين بتاع شباب بلوزداد وما بين لقاي اللي هو الزهير الايصر بتاع سانداونز خط النص الباك رايت الباك رايت محمد هاني المنافسة كانت ما بين محمد هاني محمد هاني مبير حيقوله ازاي مختارينه محمد هاني مقدم في الاربع جوالات اللي قبل كده كان ممتاز ولسه عيلين ان هو تالت اكتر لاعب صانع فرص على مستوى البطولة وبرضو حمد النجاز مع الترجع عمل مطشيني الزمالك كان كويس فكانت المنافسة ما بين هاني وما بين حمد النجاز وعلى فكرة المركز الوحيد يمكن اللي حاولت اختار فيه وكان فيه المراكز قليلة هو الباك اليمين في البطولة ما كانش فيه حد بارز او غير هاني وحمد النجاز ارقام قريبة جدا من بعد ارقام قريبة الاعلى فيهم قوي هاني والنجاز تمام نيجي بقى للاتنين الارتكاز طبعا فيه الاول قبل ما نقول احنا الاتنين مين فيه يحيى جبران لعب وسط الوداد اللي انضم للمغرب منتخب المغرب لعب كويس جدا عامل بطولة كويسة فيه عمر السلية في النادي الاهلي عامل بطولة كويسة فيه الجاني ساسي عامل مطشين كويسين مع نادي الزمالك فيه مابوي اللي هو ارتكاز سانداونز اللي هو اصلا كان جناح او مهاجم وتم توظيفه ارتكاز السنادي كل دول ماشيين بشكل كويس بس احنا اختارنا الاتنين المميزين اول او الاعلى في الارقام محمد علي بن رمضان زي ما قلت لحضرتك ده ده اللعب اللي انت قلت لعب اه اللي هو اكتشاف البطولة دي ده نضم للمنتخب تونس لعب دولي عنده واحد وعشرين سنة بيلعب في التراجي هو اللي بيعمل عملية الرط في التراجي مسجل ثلاث اهداف وعنده اسست يعني مساهم فاربع اهداف في البطولة حلوه ده بالنسبة لرقم تمانية بالنسبة لعيب رقم تهم اهما بيلعب ربع تلاتة تلاتة فهو ارتكاز مساند مع عبد الراوف بن غيس تمام تمام التاني نصر عمر اللي هو بيلعب فيه الهلال السوداني ليه تم اختياره لانه اكتر لعب عامل تاكلنج ولسه يلينه تمنتاشر مرة مين ممكن يدخل معهم برضه عشان يديهم حقهم عمر السلية فرجاني ساسي يحيى جبران مابوي بتاع سانداونز كل دول برضه ممكن يدخلوا في التشكيلة طيب الجزء الهجومي افشا مسجل هدفين وصنع هدفين في كام في 5 ماتشاط مساهم في 4 اهداف فهو برضه بينافس في قيمة الاكثر مساهمة للاهداف صحيح اكتر لعب عامل محاولات على المرمى واكتر لعب صنع فرص محمد مجدي افشا بالتالي ما ينفعش ما يتحطش نيجي لنحية اليمين لويس ميكوسون اللي هو في سيمبا قلنا انه هو اكتر لعب مساهم في اهداف وتاني اكتر لعب عامل مراوغات نجحة لعب هايل واكتشاف البطولة الناحية التانية سيمبا زواني اللي هو الاكثر اسست في البطولة حتى الان فالتلاتة دول بسم الله مرشان الله هايلين اللي قدامهم بقوا افضل مهاجم حتى الان في البطولة ايوب الكعبي هدف دور المجموعات بتلات اهداف بالتساوي طبعا مع محمد علي بن رمضان ومع لويس ميكوسوني ممكن نختار بديل اللي هو المهاجم بيتر بيتر مهاجم صندوينز برضو اللي هو النميبي بلعب منتخب نميبي برضو ماشي في شكل كويس ومن هدفين البطولة كذلك برضو في الاجنحة لو حنحط بديل ممكن امير سعيود امير سعيود بالمناسبة على البطولة كلها هو هدف البطولة يعني هو هدف البطولة مش فضر من المعبس الهدفين الهدفين على مستوى التهديف على البطولة مش دور المجموعات الهدفين اول واحد امير سعيود طبعا لعب شباب بولوزداد ستة اهداف سيف الدين تيري اللي هو سجل فينا الاهداف في المريخ السوداني مسجل ستة اهداف فراس الشواط لعب الصفاكسي مسجل خمس اهداف دي ارقام الفرق على فكرة قدامنا ارقام دور المجموعات بعد انتهاء ده بالنسبة للفرق الاكثر سجيلا النادي الاهلي الاكثر صناعا النادي الاهلي الاكثر محاولات على المرمى النادي الاهلي الاكثر عرضيات النادي الاهلي بتتكلم على ارقام كبيرة جدا النادي الاهلي اه بتباين الفرق القوية يعني انت هتلاقي في الاكوى هجوم من الاهلي وصندونز اكوى فرقتين في البطولة من على مستوى الهجوم الاهلي وصندونز اكوى فرقتين في البطولة على مستوى الدفاع من الوداد وسمبة تزبوط طيب من البص بقى ارقام الاهلي بص المسيماني والشغل اللي بقول لحدك عليه انه مدرب ممتاز في النقطة دي. اكتر فرقة صنع فرص الاهلي. عمل تسعتاشر فرصة. اكتر فرقة راح اتعجون محاولات على المرمى النادي الاهلي. تلاتة وتمانين. وبالمناسبة النادي الاهلي اكتر فرقة ضائعة فرص برض. طبيعي انت. اه. بلان انت بتوصل كتير. اكتر فرقة عامل عرضيات النادي الاهلي. مية واربعتاشر عرضية. الاكثر استحواز بقى هنا الـ الـ الاعلى. يليه الزمالك يليه الاهلي. عشان كي بقول لها لها ارقام صندوانز عالية شوية. ارقام قريبة انت بتتكلم تمانية وخمسين. تمانية وخمسين سبعة وخمسين. يعني بتتكلم كل الارقام قريبة جدا. لكن الرقم اللي انت زي ما بتتكلم. انك وصولك للمرمى. كتير جدا. بشكل كبير جدا. اه. محاولات على المرمى تلاتة وتمانين. وده جزء مدرب. بسعد احنا دايما يقول لك المدير الفني. اه. حتى بعض الناس تقول لك هو مالوش دعو بالتلت الاخير. هو بيوصلك. بيوصلك للتلت الاخير. هو يتوقف على مهارة لعب. توقف على. اه. الفنيش. على اللمسة الاخيرة. اه. اه. ليها بعض التدريبات شوية. لكن يبقى محاولات النادي الاهلي اللسوانة على المرمى معدل عالي جدا. اه. نفسنا كمان ان هذا المعدل يزيد مع جزء تاني اللمسة الاخيرة. بعد بعد المباراة عندنا اللمسة الاخيرة. عندنا مشكلة فيها شوية. عشان كده شفنا ويلتر بواليا من ضمن اللعيب اللي هي عاملة اكثر محاولات على المرمى. برضو من ضمن فيه برضو بقية الاركام الاكسر تمريرات طولية. مين الاكسر تمريرات طولية ده هيبين اسلوب لعب الترجي. ترجي والزمالك اكتر فرقتين. بيلعبوا لعبه مباشر. الزمالك مع كارتيرون والترجي بيلعبه دايما التمرير الطولي القدام. ههو الاكسر تمريرات طولية. الترجي بيعمل تلاتين وتمانية من عشرة. الزمالك بيعمل 29.6 كل 90 دقيقة فده اسلوب لعبه مباشر دي مشكورة النادي الأهلي لسه كنت أولى حداك عليها مش موجود ولا سانداونز الأهلي وسانداونز عكس الزمالك وترجم مع موسيماني كان بيعتمد على أنه بيبني من تحت شوية مش كتير زي مع النادي يعني زي اسلوب النادي الأهلي دس دايما في الاحصائيات برضو حتى السنة اللي فاتت كان التمريرات القصيرة النادي الأهلي وسانداونز دايما التمريرات القصيرة اللي هو اللعب اللي تمريره القصيرة لكن الزمالك والترجي اسلوب لعبه مباشر اللي هو تمرير طولي وحاعتمد على الكرة التانية ومحمد علي بن رمضان مثلا وعبد الرعوف بن غيس أو النحاة التانية فرجاني ساسي وطريق حامد يغضوها فده اسلوب لعب الزمالك والترجي مقارب لبعض قوي الأكثر حفاظا على نظافة الشباك اللي هو الأقوى في خط الدفاع سيمبا الوداد حرية الغيني كايزر تشيفز الأربع فرق عملوا عندهم 4 كليل شيت من 5 نيجي بعد كده الأكثر فريق ارتكب فاولات أو أخطاء الترجي عمل 96 فاول وده رقم برضو بيأكد انه لعبهم عنيف يعني نقدر نقول فيه جدية وعنف حتى مبارات المريح كان فيها برضو أحمد كان فيها عنف جامد جدا يعني كان فيه تجاوز كمان بشكل كبير جدا ممكن بتحتك بشكل قوي لكن كان فيه الحكم محماش الفرقة شوية صراحة لأنه كان فيه عنف كتير وانت دايما لما بيتلعب هم بيلعبوا فرقة أعلى منهم فنية يعني النادي الأهل أعلى منه فبيحاول انه يقرب شوية الكدرات دي ما يخلكش تفوت مني في واحد على واحد او ضربك كسرك بحيث انه يعني اهدك شوية زي ما كان بيحصل مع أفشة انهم عارفين طبعا خطورة أفشة فكان دايما أفشة حصل على أكتر من حوالي أربع فاولات في المطش ده نتيجة كده انهم شايفين وعارفين خطورة أفشة فبيحاولوا انهم يوقفوه مفيش حل غير بالضرب طب احنا